موسيقى من الجوكر إلى باربي هل ينهي التحالف الإيراني الصيني نظام الأحدية القطبية وصدام إيراني أمريكي في المياه الزرقاء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استهدافنا مستمر ما دام هنالك حق هنالك باطل وعلى ما يفسر ما يسمونها بنظرية المؤامرة نحن يجب أن نؤمن تماما بهذه النظرية لأنه لن ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولأن هنالك يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض ولأن هنالك أن هذه الأرض أن الأرض يريثها عبادي الصالحون ونالك حركة نحو الإمام المهدي فيجب أن تقف أمام هذه الحركة مؤامرات ومؤامرات لعرقلتها ولإحباطها ولإجهاضها حسا خلصنا من قضية الجوكر وتعرفون جيدا موضوع الجوكر شلون نشأ هذا الفيلم وشلون إجيه وشلون تم إعداده وشلون تم ترويجه في العالم طبعا وتشويقه إلى دولنا الإسلامية ومجتمعاتنا الإسلامية والتركيز على عاصمة الإمام المهدي عاصمة الحسين عليه السلام لأن فيها هذه الأرض الطاهرة التي دفن فيها أئمة أهل البيت وفيها محبون وفيها أفئدة تغوي إليهم من كل حدب ومن كل صوب ومن كل أسقاع العالم ونحن مقبلون على زيارة الأربعين بما يعزز من هذه النظرية أنه يجب أن يتحركوا لتحطيم هذه الأمة من الداخل ونحن لا يمكن أن نذكركم من موضوع الجوكر تعرفون كل الزين وتعرفون شلون في لحظة واحدة انتشرت البروفايلات لصور المحددة للجوكر ولحسابات المحددة والمعروفة بعدين تبين من أقول التذكير لأن بعدين تبين أن هؤلاء إي لهم صلة بهذا الموضوع الموضوع الذي تريده باربي زي شلو باربي طبعا نحن أمام مشكلة بالمناسبة لأن القرآن يقول أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا نحذرنا من نشر الفاحشة وواحدة من أساليب نشر الفاحشة هو أن نردد ونذكر ونكرر ما يريدونه دون وعين وبدون أن نذكر الحلول وبدون أن نشرح التفاصيل وطبعا خصوصا إذا تحدث عن هذا الموضوع وناس ليسوا متخصصين وناس هم يفتقدون إلى القيم لأن فاقد الشيء لأن فاقد الشيء لا يعطيه أنت ما تجي تتوقع من من يفتقد إلى الشرف والكرامة ويتحدث وينصحك بالشرف والكرامة بالتأكيد هذا ما يتحقق وأولئك الذين أيضا لا يؤمنون بالقيم أقول لا يؤمنون لا يؤمنون بالقيم لا يؤمنون بالأفكار القيمة الحسنة وتسلمهم وسائل الإعلام وتقعدهم في قنوات فضائية وتعطيهم إمكانيات منصات إعلامية ويجون يتحدثون لك عن الشرف والكرامة وعن ما يسمونها المفاسد الاجتماعية وهم لا يمتلكون القدرة على توضيح الحقائق وكشف ما خلف الحدود خلف الستار فمن نتحدث عن باربي وأنا من هنا بصراحة يعني أطلب من الأخوة العزاء في قناة الأيام في المخرج العزيز الأستاذ علاء الصالحي والمونتير المحترم لا ينشرون في برنامجي وطبعا نصيحتين في كل البرامج أي صورة لها علاقة بمجتمع الشذود بهذه الأفكار التي يراد ترويجها وتسويقها في مجتمعاتنا لأن هذا الفيلم الآن اللي الآن جاي بعضهم يتحدثون عنه بطريقة ربما يعني نقول لك نحن نتعامل معه كخبر فيلم عن باربي اكتسح الساحة حقق مليارات من الدولارات في فترة قصيرة أكثر من مليارين في فترة كلش قصيرة شباك التذاكر بعض الدول من عدته فيلم باربي وبعضها من عدته مولي أسباب قيمية بالمناسبة مثل فيتنام لا لأنه فيه لقطة لها علاقة بموضوع السيادة الإقليمية في منطقة من المناطق لكن بعض الدول مثل باكستان لا منعوا لأنه يتعارض مع القيم وبالمناسبة هو هذا الفيلم شو لو قصته هذا الفيلم قديم يعني هاي الشخصية الكارتونية باربي هي قديمة بالخمسينات وبدوا شوي شوي يسوقوها باللون الوردي والآن لا جاي تشوف الآن أن هذا الفيلم وهذه المشاهد التي يعرضها الفيلم الأخير تحديدا كلها تركز على كيفية خلق أطفال منحرفين أطفال التركيز على الأطفال التركيز على الأطفال المناسبة أحبائي أنا أعرف جيدا أنا الآن أمشي على أرض مفروشة بالألغام خاصة في أوروبا أرض مفروشة بالألغام لأن هنا في بريطانيا يقطع رئيس الوزراء مع أسرته ويصورون ويحتفلون بأنهم من أسرة باربي في كندا يجي رئيس الوزراء الكندي ويأخذ ابنه ويوديه إلى المشاهدة فيلم باربي ويطلق زوجته يعطيك إشارة إلى تفكك الأسرة ولا تركيز في الغرب على الأطفال وهذا طبعا يريدوني نقلوه إلى بلداننا استهدفوننا فيلم يضم العديد من الشخصيات الشاذة وهو مخالف لتعاليم وأخلاق كل الشرائع كل الشرائع الشريعة الموسوية الشريعة النصرانية عيسى عليه السلام وبالتأكيد دين الحنيف الدين الإسلامي وإن الدين عند الله الإسلام لكن اللافت والخطر الكبير أن هذه الشعبية التي حققها هذا الفيلم وهذه الشخصية تؤكد حجم تأثيرها على الأطفال وبدأ الأمر يعني يكتسب العدد الكثير من الاهتمام أو القدر الكثير من الاهتمام لأنهم الآن يفترضون هؤلاء الأطفال الساحة النموذجية لكي يروجوا أفكارهم بانتظار طبعا تحطيم المجتمعات نهائيا بعد ماكو أسرة ماكو أسرة أبدا أحد أشهر الانتقادات التي تروج أو توجه لهذه الشخصية الشخصية باربي هو أنها تروج لفكرة غير واقعية عن صورة جسد امرأة في مقتبل العمر هذا بالبدايات طفله بعدين تطلق لك يا تحمل طيب طفله لكن في نفس الوقت حتى في البدايات في السنوات الماضية كانوا يركزون على الموضوع الجنسي الموضوع الشذود وهذا الموضوع طبعا الآن بدأ يكبر ويكبر ويكبر حتى لحظت أنه بعض الدراسات في الغربة يعني في بعض الدول الغربية الأوروبية مثلا عندك موقع ريبوبليك وورد نشر تقرير مفصل عن كيف التحقت كندا وبعض الدول الأوروبية الغربية بهذا المجتمع مجتمع الشذود وكيف يراد أن يسوق لهذا المجتمع والتركيز على الأطفال فعندما تحدثوا عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يشاهد فيلم مارغو تروبي مع ابنه ويكتب نحن فريق باربي يذكر هذا الموقع يقول التحق جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي بسباق باربانهايمر المفهوم الذي يشير إلى المعركة بين فيلم للمخرج كريستوفر نولان وفيلم باربي لأنه يقول أن رئيس الوزراء الكندي أكد على تفضيله فيلم باربي في هذه المنافسة بمشاركة له نشر صورة له مع ابنه من دار السيلمة التي عرضت الفيلم نشرها في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي من انضم لرئيس الوزراء هنانا السيد ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني في اليوم الأول من إطلاق الفيلم نشر صورة له مع عائلته على حسابه في منصة انستجرام ظهروا فيها يلبسون ملابس لونها وردي لمشاهدة فيلم باربي ومع ذلك أشار هذا الألج عن قل من هذا الموقع يقول كان تصويت العائلة يسير في اتجاه واحد فحسب باربي أولاً باربي أولاً وعندما نتحدث عن باربي فإننا نتحدث عن سلوك يراد له أن يكون شائعاً في مجتمعاتنا في قضية مجتمع الشواذ في قضية يعني طبعاً اللي يسموها المثلية هي ماكوش اسمه مثلية لا مجتمع الشواذ أما لواط أو سحاق حتى تكون الكلمة مقززة أنتوا أيضاً استخدموها أرجوكم لا تذكروا هذه الكلمة أبداً حتى في قضية الجندر الجندر بعد الجنس الجنس شنو ذكر أو أنثى يريدون يسوقوا لك الجندر حتى تكون مفهوم من خلال الحديث عن باربي وغير باربي ومن هذه الأفلام والمتحولين جنسياً والآن بالمناسبة هذا موضوع المتحولون موضوع المتحولين حتى في الحكومات الغربية يعني يعلن عن وزراء معينين في حكومات معينة هم متحولون ويصبح الأمر حادي وبسيط ومع كل الأسف احنا ما جاء نتعامل معه بتلك الدقة وبتلك الصميمية والحميمية التي يفترض أن نكشف كل هذه المؤامرة التي يستهدفون بها وبس أرجعكم فقط فقط أحبائي إلى الرسالة الجوابية للإمام السيد علي السيستاني حفظه الله تعالى إلى البابا البابا رسالة الجوابية بمناسبة مرور ذكرى السنوية الثانية على زيارة البابا إلى النجف إلى العراق وتأكيدات المرجع الأعلى حفظه الله تعالى على موضوع الأسرة وأؤكد مرة أخرى على أن المرجعية العليا المرجعية العليا ووكلاء هذه المرجعية علماء كبار وعلماء الآن منتشرون حتى بدأوا ينشطون أكثر في وسائل التواصل الاجتماعي ويحذرون من قوانين تدخل إلى العراق أو يراد تسويقها والمصادقة عليها في العراق تحت مسميات حلوة بس هي كلها تروج لفكرة باربي واحدة منها موضوع تعنيف الطفل وكيفية التعامل مع الأطفال والآن بدأوا يدعون إلى تأسيس أماكن للإيواء يشجعون البنات ويشجعون الأسر التي تفكك على الهروب والفرار من البيوت اللي احنا نحرفها بيوتنا يعني ويروحون إلى مراكز إيواء بس شوف من اللي يدعو شوف السهم من وين جاي لك ودعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا مرجعيتنا وركزوا على هذا الخطاب خطاب المرجعية يتعارض لأن الإسلام أصدر على قولة أحد السياسيين شفته يعني رجل حقيقة عجبني حديثه قال عندما يسألوا يا باب المرجعية وين يا باب المرجعية تيزي تتحرم الشرود الجنسي أصدر عيب شونه مرجعية تتحرم وهو حرام هو حرام المرجعية تؤكد على الأسرة الأسرة هي التي عندما تبني الأسرة ينهدم كل هذا الشذوز التحالف الإيراني الصيني هل سينهي نظام الأحادية القطبية الأمريكي بالتأكيد هذا الأمر صحيح وقد بدأ الحديث عنه في الآونة الأخيرة يبرز إلى السطح كثيرا خاصة بعد انضمام إيران الرسمي بشكل رسمي إلى منظمة شانجهاي للتعاون وبعد حضورها الكبير في الاجتماع الأخير لحركة عدم الانحياز الذي عقد في باكو هذه الحركة بالرغم من كل الظروف التي أحيطت في العالم بدأت تحافظ أو أخذت تحافظ أقوله على صدقيتها فيوراد إحياءها من جديد أكثر وإعطاها أو تفعيل دورها في مواجهة نظام الأحادية القطبية الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية نعم انتقال النظام العالمي الجديد في ظل التطورات الحالية يهدد يعني إلى مرحلة تهدد سلطة الغرب تحديدا وبشكل خاص سلطة الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في الشرق ونحن شفنا في قضية أوكرانيا ولاحظنا حتى يعني عندما سبح لدول في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر أو لقاء لحل الأزمة الدائرة في أوكرانيا يعني محاولة لإنقاذ الولايات المتحدة والغرب من الورطة التي تورطوا فيها مع روسيا هذه المؤتمرات أيضا هي تأتي من باب أن الولايات المتحدة الأمريكية تصارع الزمن في سباق مع الزمن لكي تبقي على نظام الأحادية القطبية الذي بدأ ينهار حتى قبل الأزمة الأوكرانية نحن لاحظنا أحبائي في عقد ترام بدأ الدول معروفة مثل ألمانيا مثل فرنسا الدول التقليدية القوية النافذة في الناتو أيضا بدأت تطالب بنوع من الاستقلالية والخروج على مظلة الولايات المتحدة الأمريكية هل الأمر أخذ يتصاعد أكثر هي جاءت أزمة أوكرانيا يعني يفترض أن توحدهم لكن أزمة أوكرانيا كشفت المزيد من التصدعات في النظام السياسي العالمي الذي توهي من عليه الولايات المتحدة الأمريكية وبدأوا هؤلاء أيضا يعني يتمرجون الغربيون الأوروبيون أقصد تحديدا لكن مع اندماج إيران رسميا هنا الفكرة يعني ليش الآن يعني قبل أيام مرت علينا ذكرة وقف الحرب التي شنها صدام وسميت عبثا بالحرب العراقية الإيرانية هي حرب شنها صدام على الشعب الإيراني والنظام الجمهورية في إيران الجمهور الإسلامية الفتي على ذاك وعلى الشعب العراقي وتعرفون الأسباب كثيرة كثيرة وقلنا يعني مع مرور هذه السنوات الطويلة مع كل الأسف ما زلنا نحن يعني نحن العراقيين والأخوة في الجمهورية الإسلامية فقط نقف أمام أو على قضية وقف أطلاق النار يعني لا حرب ولا سلام بين العراق وإيران ودعونا وندعو ونطالب بحل المسائل العالقة من القرار 598 اللي مر الذكرى قبل أيام 8 أغسطس والتوصل مع إيران إلى اتفاق سلام لأن هذا أيضا يشجع العراق لكي يعتمد على دولة أصبحت رسميا عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون وهذا الأمر يخدم العراق كثيرا لو نريد نفصل في تفصيلات كيف يخدم انضمام إيران إيران إلى منظمة شنغهاي العراق يحتاج لنا حلقات طويلة بس الأمر مبين جدا هو عندما يخدم المملكة العربية السعودية ويخدم دول أخرى في المنطقة انضمت أو تريد أن تنضم إلى منظمة شنغهاي وانضمت طبعا إلى حزام واحد طريق واحد هذا اللي سابقا اسمه طريق الحرير هذا يؤكد على أن المنطقة كلما اتجهت نحو التنمية الاقتصادية المنطقة العراق يجب أن يكون له الدور الأكبر يجب أن يكون محوريا دوره يجب أن يكون محوريا يجب أن يشجع طلب السعودية الانضمام إلى بريكس وطلب السعودية الانضمام إلى شنغهاي ووجود إيران لأن إيران صديقة للعراق يجب أن يشجع العراق أيضا لأن تنظم أيضا تطالب أيضا فكالتولات اقتصادية ليست سياسية بالمناسبة حتى نحن نتحدث عن انهيار النظام القطبية الأحادية لكن هذا أيضا ما تفكر بصيل الصيل تفكر بالتنمية الاقتصادية لأنه الآن الأملاق الأكبر أمريكا تفكر فيه سياسيا لأن تنهاره سياسيا لأنها قيم كما ذكرنا في المحور الأول تتعارض مع القيم الأخرى بقية الدول بقية التكتلات الاقتصادية قيمها الإنسانية والأخلاقية تختلف عن الغرب وعن قيم الولايات المتحدة الأمريكية فأنت من توقع معاهدة السلام مع إيران رح تشجع على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الصين رح تتشجع أكثر لإقامة علاقات مع إيران أكثر هذه العلاقات الاقتصادية مع إيران تنعكس أوتوماتيكالي مو بإيدك أنت تعيش في قرية صغيرة على العراق وعلى عموم المنطقة المحور الثالث سأتحدث لماذا تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى إثارة المشاكل هذه الأيام في المنطقة تحديدا هذه الأيام فبثلا نأتي نشوف من الغاضب ومن الزعلان من انضمام إيران رسميا إلى ملظمة شانغاي الولايات المتحدة الأمريكية ما تغضب عندما تروح المملكة السعودية ليش؟ لأن الواحة السعودية شو كنت نقولها رجع رجع ولأن أي دعم اقتصادي للاقتصاد السعودي الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر لغسها مهيمة على هذا الاقتصاد السعودي مستفيدة منه أما إيران لا؟ إيران دولة مستقلة ما تريد تعطي إيران تعطي مو ما تعطي بالمناسبة يعني هاي الاتفاق النووي عندما توصلوا إليه توصلوا على قاعدة ربح ربح كلنا يجب أن نربح أنا أربح هاي المحادثات وهاي المفاوضات أتنازل عندما تتنازل بس ما أتنازل ما أكون عبد وذليل إلك لهذا الإيرانيين يتحدون الإرادة الأمريكية ويقدمون لنا نموذجا في الدولة المستقلة من وبعد زعلان الكلان الصهيوني زعم الصحيفة جيرالوزنبوس أن أضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون ستمنحها حرية أكبر في التجارة العلنية بالأسلحة مع روسيا والصين ودول أخرى في منظمة شنغهاي للتعاون الصحيفة تقول وسيودي ذلك في النهاية إلى توسيع إيران لنفوذها في المنطقة وحثت الصحيفة الحكومات الغربية على توخي الحذر من النمو الاستراتيجي الإيراني في غرب آسيا زين انت بلتشوف هذا العدو الصهيوني غضبان من انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي وطبعا هاي أكاذيب موضوع الأسلحة لأنهم الآن مقبلون على أكتوبر وأكتوبر ويعني يفترض أن يرفع الحذر المفروض على صناعات إيران من الأسلحة وفق القرار 22-31 للأوروبيين بتحديدا بعدما وافقوا على الاتفاق النووي يريدون أن يقولهم بعض يعني إثارات هنا وهنا لزعزعت إمكانية أن تطبق الدول الأوروبية هذا الاتفاق بحذافي به 22-31 يعني قرار عفوه 22-31 لكن بالفعل نحن من نجي نحشي على الواقع يمثل قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون إنجازا هاما ليس فقط للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بل كما قلت لكم للعراق ولكل دولة ترفض أن تكون مطية للدول الأخرى في اللي تعيش مستقلة والعراق الآن يريد يعيش مستقل الآن يريد تكون عنده علاقات مع أمريكا ومع إيران مع بريطانيا مع إيران والآن تشوفون أكو أزمة أثيرة مؤخرا بين المملكة المتحدة وإيران حول الحرس الثوري وشفت رئيس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني التقى بالسفير البريطاني الجديد والحديث العام الذي طرح وقبل ذلك حتى مع السفير الأمريكية وحتى مع الباقي المسؤولين الأمريكان العراق يريد أن تكون لديه علاقات متوازنة مع جميع الدول بلا استثناء بلا استثناء عدا طبعا الكيان الصهيوني وفي الواقع فإن منح إيران العضوية الكاملة في منظمة شانجهاي يشير يشير إلى بدايات تصدع هي أنا قلت لكم قديمة مجديدة في عهد ترامب بس تصدع واضح المعالم في نظام الأحادية القطبية وهذا شجع حركة عدم الانحياس لكي تبرز مرة أخرى مجددا ولكي ترسل رسالة إلى أنه بإمكان التعاون بين القوى الناشئة القوى التي تريد على الأقل تمضي على سياسة الصين لأن الصين بالمناسبة حتى هذه اللحظة رغم هذا التطور الاقتصادي الهائل لديها تعتبر نفسها من الدول النامية تدعون لو ما تدرون تعتبر نفسها من الدول وهذا الصحيح هذا الصحيح أنه شمع توصل أنت إلى مرحلة متقدمة من التطور تقول أنا أحتاج المزيد فبإمكان مثل هذا التعاون خاصة عندما ينعكس بين إيران والهند الهند اللي تعرفون دورها في النظام العالمي الذي تهيم عليه أمريكا والقوى التقليدية الآن الموجودة مثل الصين وروسيا اللي جاي تستعيد دورها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق هذا الأمر بإمكانه أن ينعكس إيجابيا وإيجابيا جدا على أوضاعنا في العراق بس تحالش اللون أحلى نستفيد هذا يراد للمزيد من التفصيل صدام إيراني أمريكي يتحدثون عنه مرتقب في مياه المياه الزرقاء المياه الدافئة في منطقتنا وطبعا تعرفون جيدا حتى في الآونة الأخيرة هناك حديث حديث في بعض وسائل الإعلام الغربية الصهيونية طبعا قنوات فضائية وهم أقول مو جديد بس بدأ يطفو إلى السطح أكثر بعد إثارة قضية حقل الدرة أو اللي الإيرانيين يسمون الجزء المتعلق بهم بحقل آرش ومع الأسف غياب العراق عن هذا السجال فيما يتعلق بهذا الغاز حقل هذا الغاز لأن العراق يعني هناك من يتحدث ولديه وثائق تؤكد أن العراق هو صاحب هذا الحقل هذا ليس موضوع ناسم موضوع أقول برز في الآونات الأخيرة حديث عن تعثر التطبيع بين إيران والمملكة العربية السعودية وينظرون إلى السجال حول هذا الحقل واحدة من المفردات وينظرون أيضا إلى تعثر توصل اليمن والسعودية اليمن يعني أنصار الله والمتحالفون من يتحالف معهم مع المملكة العربية السعودية وحلفاء إلى اتفاق سلام مو إلى هدنة غير موقعة غير ممددة رسميا هاي هدنة موجودة بس هي هاي هدنة تشبه قرار وقف اطلاق النار بين العراق وإيران رقم 598 على الأقل هذا قرار دولي أوقف تلك الحرب العبثية بس بين الأخوة في اليمن وبين المملكة العربية السعودية لا يوجد قرار لوقف اطلاق النار يعني الأمور لازلت تعاني تتعثر حتى في التطبيع مع سوريا بين الدول العربية تحديدا للمملكة العربية السعودية لا أتحدث أم أكون هناك بعض التعثر أقول يتحدثون وسائل الإعلام الغربية الكارتر الغربي الصهيوني خنوات فضائية معروفة مراكز أبحاث تتحدث عن تحثر هذا التطبيع بل بعضهم يشير إلى أنه ربما نعود إلى المربع الأول وأخذ وأخذ يتحدثون عن إمكانية أن ترسل أو أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية عناصر من قطعات حربية قطعات عسكرية إلى المنطقة والحديث عن إمكانية أن يحصل صدام مباشر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هل التخويف حتى دائما أنت محتاج إلى القوة العسكرية الغربية الأمريكية بشكل خاص ومن اللي جاب أمريكا إلى المنطقة حيام لازم تذكروها كل زين لازم نكررها حتى لا نقع في الفخ صدام حسين هل احتفن بذكرى وقف الحرب العراقية الإيرانية كما يسمونها لكن من الذي شن الحرب صدام حسين من الذي قام بحرب المدن صدام حسين من الذي قام بحرب النفط حرب الناقلات تذكروها صدام حسين وهذا يراد لشرح طويل عريض صدام حسين شلون اجوا هو وشلون نظام اجوا الى السلطة وحسين سابقا انتم تذكروا كل هذه الامور جئنا بقطار انجلو امريكي وكواحد ينكرها وحتى موضوع شن الحرب على الجمهورية الاسلامية الدعم الامريكي المتواصل لصدام اثناء الحرب اثناء الحرب وشفت لك اليوم حتى بعض الذين كانوا في نظام صدام في جهازه الاعلامي بل شخصيات الان تتحدث اعلاميا سبقت صدام حسين في الانضمام الى حزب البعث عندهم برامج على القنوات الفضائية وبصراحة يتحدثون بكل موضوعية عن دور صدام في مجيء امريكا الى المنطقة والدعم الامريكي المتواصل الى صدام خلال فترة الحرب التي شنها على الجمهورية الاسلامية وعلى الشعب العراقي حتى شفت واحد يتحدث عن موضوع ما يسمى بإيران موضوع السلاح مقابل الرهائن في قضية سمية إيران كونترا وقال يعني قال اولا هذا السلاح الذي قدم الى الإيرانيين هو مو من الكيان الصيوني بالمناسبة صارت لعبة فيها صارت لعبة فيها وقضية ايه بعروفة وقضية السلاح بسيط تافه تفرج يعني يفرج انصار الله في لبنان عن بعض الرهائن الغربيين هذه قصة يرادينها تفصيل إيران ليست متورطة فيها مع الكيان الصيوني قال لكنهم هؤلاء الذين يركزون على هذا الجانب من الإعلام المظلل يتجاهلون حجم السلاح الذي كان يصل من دول في المنطقة بدعم مباشر وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بل المعلومات الاستقبارية التي كانوا يزود تزود بها الولايات المتحدة الأمريكية نظام صدام لكي ينتصر كما يزعمون أو لكي يحقق انتصارات في الميدان الآن تخويف جاء يبرز بشكل جديد يابا ترى المرحلة المقبلة لأنه نحن مقبلون كما قلت قبلا في موضوع أكتوبر دول الأوروبية عليها أن تلتزم بالقرار الثين وعشرين واحد وثلاثين الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي في الفين وخمسطعش والذي أقر وصادق على ما سمي بالاتفاق النووي خطة العمل الشامي للمشتركة التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تزال أمريكا تريد العودة وهي مقبلة على انتخابات وخذوها مني إدارة بايدن هذا الحزب الديمقراطي لن يتورط في حرب مع إيران الآن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية هس ممكن يلقوا لهم شغلة منا ومنا صدام منا ومنا بس العين الحمرة شافوها وشافوا أيضا رسالة من كل محور المقاومة هاي الرسالة بدأوا يسمونها هم ترفون به وحدة الساحات ترى شوفوا أي حرب الرسالة أي حرب في المنطقة ستكون شاملة شاملة علي وعلى أعدائي يعني شنو علي وعلى أعدائي يعني حتى التطبيع السعودي مع إيران ما يفيدك لأنه ذاك الوقت وحدة الساحات ووحدة الساحات يشمل اليمن ولبنان وسوريا والعراق والعراق مكره أخاك لا بطن لأنه قلنا نحن يعني في قضية عضوية مرتبطة يعني الإيرانيون يقولون هاك هذا قولهم هذا مو كلامي وشفت عندما استهدفوا قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير يقول لك أنا مصادر النيران أستهدف المكان اللي تجيني منه الريح أضرب الريح الصفراء فهي سيكون جدل هنا في المملكة المتحدة حول إدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء قبل رفضتها المملكة المتحدة وزير الخارجية رفض بشدة لما يتورطنا لأن هناك محاولات أصلا لإزاحة وزير الخارجية البريطاني لأن هناك هناك نفوذ في داخل الحكومة البريطانية لكي تسير المملكة المتحدة في هذا الاتجاه الاتجاه شنو تجديد التصعيد مع الجمهورية الإسلامية في أماد الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة